يواصل معرض تراصنا للحرف اليدوية والتراثية فعلياته برعاية الرئيس عبدالفتح السيسي لدعم أصحاب الحرف والمنتجات التراثية هذا وتشارك في المعرض خمس دول عربية و 1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى جناح لمتجات أصحاب المشروعات من كرة ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة دورة جديدة ومتميزة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في عامه الرابع على التوالي برعاية الرئيس السيسي تنفيذا لتوجهات سيادته بدعم أصحاب الحرف والمنتجات التراثية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تتيح هذه الدورة زيادة في أعداد المشاركين لتصل ل 1116 عارضا فضلا عن مشاركة بعض الدول العربية في هذه النسخة والتي حلت فيها المملكة العربية السعودية ضيف شرف لهذه الدورة طبعا الدورة الرابعة لمعرض تراثنا المعرض ده اشترك فيه حوالي ألف عارض تقريبا الحمد لله توجهات فخامة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمدرنية الصغيرة تحديدا في مصر خلال الأعوام الأخيرة جاء ليثمر ويفرز عن دعم حقيقي للصناعات الحرفية والتراثية أول مرة تشارك المملكة العربية السعودية في معرض تراثنا وكانت هذه المشاركة متمثلة بالبيت الحرفي وهو أحد مبادرات هيئة التراث تم عرض ثلاث من الحرف السعودية طبعا من أهمها حرفة القطة العسيري التي تتميز فيها منطقة عسير وهي من أحد الحرف الموثقة لدى اليونسكو بالإضافة إلى حرفة صناعة العقال وصناعة البشوت نحن موثلين الوفد الأردني منتجات تجميلية بأملاح وطين البحر الميت معروف الأردن فيه البحر الميت نستخرج ثرواته الطبيعية بالأملاح وطين البحر الميت طبعا منضيف عليها بعض الزيوت الطبيعية والفيتامينات التي تصير منتجات تجميلية وعلاجية بنفس الوقت أكثر من ثلاثين حرفة تراثية تقدم منتجاتها عن طريق التنوع الكبير في عدد المشاركين حيث تم تخصيصه جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بالإضافة لمشاركة المحافظات الحدودية فضلا عن وجود منتجات المشروع الخاص بالمساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في رسالة تشجيع لهؤلاء الصناع بما ينعكس على تطوير منتجاتهم وتسويقها محليا وعالميا جاي أقدم مشروع اللي هو البوص والخوص والحاجات ديات جاينا هنا تبع المشروع والمؤسسة وحياة كريمة المعرض اللي اشتغلنا فيه اللي هما مشاركينا فيه حياة كريمة عاملا معنا طبعا شغل كويس بتدعمنا في المؤتمرات في المعرض بتقف جميعنا برضو ده حالة كويسة النهاردة اللي هو الجلد الطبيعي ده اللي لسه نزلين بيه جيد المعرض مؤسسة مهنة ومستقبل وجهاز تنمية المشروعات عملوا لنا تدريب في بر العبد من شهر نحن نشتغل جلد طبيعي نشتغل عليه تطريز وأصلا جلد طبيعي محدش كان بيراف يعمله تعلمنا أن نقص الجلد الطبيعي ونعمل منه بارتفيه وشنط نحن من خلال جهاز تنمية المشروعات والوكالة الأسبانية كانت لنا منحة عبارة عن تدريب لتطوير الحرفة الحرفة موجودة في محافظة الفيوم من فترة طويلة لكن كانت بشكلها التقليدي فنحن حبينا نخرج من الشكل التقليدي ونبدأ نصمم ونعمل منتجات جديدة مختلفة عن اللي الناس تعودت عليها تستمر فعاليات معرض طراثنا في دورته الرابعة حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري من الحادية عشر صباحا حتى العاشرة مساء بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لتقديم كل أنواع الحرف اليدوية من الإكسسوارات والسجاد والخزف وغيرها